امتحانات بدأت وفهم امتحانات قريبة خاصة البكالوريا وغيرها من الامتحانات الأخرى منظرة الدخول إلى المدارسة العددية النموذجية البكالوريا كما قلت في الدورة الرئيسية دورة 2024 تجري قريباً 5 و 6 و 7 و 10 و 11 و 12 جوان والأعلان عن النتائج يكون يوم 25 جوان بالنسبة لمنظرة الدخول إلى المدارسة العددية النموذجية أيام 20-21-22 جوان والأعلان عن النتائج يكون يوم 11-14 جوليا 2024 وفهم بطبيعة الحالة امتحانات التعليم الأساسي امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني وغيرها من الامتحانات كما قلنا برشة مرات وديما نتمنى النجاح والتوفيق لأبنائنا التلاميذ والمهم هو كيفية التحضير بالنسبة للتلامذة حتى تكون الامتحانات سهلة أيضاً بالنسبة للتلميذ لما يركز ولما تكون المراجعة متاعه بنظمة ولما عائلته أيضاً عائلة التلميذ تعاونه إلى حد كبير باش يكون منسجم مع فترة المراجعة وبالتالي نهارة الامتحان يكون على راحته ويوم الامتحان كما يقال يكرم المرء ومنحبوش نقوله يوهان وأنا ما يكرم وينجح ويفرحوا الناس وتفرح العائلة ورحب في الأستوجو بالأخصائية النفسانية بالمندوبية الشهوية للتربية تونس 2 مريم الهمامي مرحبا بكم ومرحبا بسيد المستمعين شكراً على استضافة مرحبا بك مريم يعيشك أبرز ما ينكر أنك تقول في بداية الكلمة متاعك في بداية الكلمة متاعي نحب نقول التحضير الذهني والنفسي هو عامل مهم بالإضافة إلى التحضير للمواد لكن حتى التحضير النفسي عنده دور كبير في كيفية حضورنا الذهني للامتحانات نتصور أنه يعني بعض التلميذ من مجموع الألاف من التلامذة في مختلف الامتحانات يعديوا بصورة طبيعية كما يحذر كما يبدأ العام كما يكمل في سنة الدراسية متاعه ويمشي للامتحان عادي وينجح وطبالكاللط ولكن ثم اللي يقع عليه ضغط نفسي علش فما تلامذة دون تلامذة؟ هو رو الخوف والقلق من الامتحان هي حالة نفسية انفعالية يمروا بها تلامذة خاصة تلامذة اللي يعديوها كمناظرات وبالأخص الباكالوري على خاطر تعتبر سنة الباكالوري هي سنة حاسية ستخيسانة إكزيجانة معناها بالنسبة للتلميذ وخاصة كالصعوبة متاعك فيش بشي نجم يلقى ريتم نسق يكمل به سنة دراسية لكل دونك من أولها لأخرها ذلك عليش يحس بأكثر ضغط نفسي عليش على خاطر هذا كل ناتج التوقعات وأفكار بالضرورة يراهم هو سلبية التوقعات هذه في بش نقدر ننجح الخوف من الفشل وترافقوا ساعات قلة ثقة في النفس دونك عليش نقاول شوية صغيرات وتلامذة يؤثر عليهم القلق والخوف هذا اللي كما قلنا هي حالة نفسية إن فعالية ما تجي ناتج على الخوف من الامتحان أو أي كيف مريم تقوم بدورك أنت شو المطلوب منك باش التلميذ يكون مرتاح نفسيا بالنسبة للدور الأخصائي النفسي في المندوبية الجهوية للتربية هو التدخل يصير على كامل السنة الدراسية بالنسبة للتدخل الفردي حسب طلب يعني إذا كان فما تلميذ يحس فما ضغط ولقلق ولا يستحقت يصير طلب للمطلب لمقابلة الأخصائي النفسيني ويتم تعهد بها بصفة فردية بالنسبة للبقية السنة الدراسية نقوم بدورات حصاص جماعية لفائد تلميذ البكالوريا الهدف منها هو الإنصاط للمخاوف بالإضافة لذلك نقوم بتحديد طرق المراجعة نحكيه على شنية السبول الأنجع كيفاش نجمو نتحكمو في الضغط المتاعنا هو ساعات إنك تفهم بركة الضغط النفسي شنية وكيفاش تتجاوزو فما كما نقوله نسبة كبيرة من الضغط تنقص علينا كنفهمو إلي هي عادي إنك تتعدى بالضغط النفسي على خاطر مش بالضرورة الضغط النفسي ديما سلبي خاطر ديجا بش تتخدمو كل ماذا بيك بش تكون فما تحفيز وفما موتيفاسي لازم يكون فما ضغط نفسي معناه وقتيش مش عادي وقتلي هالضغط النفسي هذي يأثر علينا تولي فما فتيج تولي فما إبويزمو مغير قادر يعني يوالي يعيق المراجعة متاعي دونك غاديك يوالي لازم يكون فما تدخل نفسي بوغ هكا ديزا مخصيها للكونيسيون هذوما والتوقعات السلبية مريم الهمامي كيفاش انتوما تكون عندكم اتصالات ومقابلات مع تلامذا كيفاش تقربوا لهم باش تهيئوا لهم الطريق ويكونوا مرتاحين نفسيا وبالتالي يقوموا بامتحاناتهم في ظروف طبيعية طيبة كيما قلت لك الفردي يكون حسب الطلب وبالنسبة للجامعة يتم برمجة حصص مع المؤسسات التربوية المعنية للمقابلات الجامعية تمت برشة حصصها صارت في مختلف المندوبيات في تونس وتتم في المعاهد والمدارس تم في المعاهد في المعاهد بصفة خاصة ماذا قابلت التلميذ انه يرتاح لك يجيك ويسمعك الحاجة الباهية اللي تلمذة هو يحبوا التدخل النفسي يطلبوا التدخل النفسي يعني مؤخرا صارت مقابلة معناه فردية لتلميذ باكالوريا كانت حارصة جدا انها شكون يسمعها شكون يسمع المشاغلها للمخاوف متاحها كله كيما قلنا لهالتوقعات اللي في بالها ولي شغلوا لها بالها وخلاوها مش قادرة تكمل المراجعة متاحها تلمذة يحبوا يحبوا التدخل النفسي ويطلبوه نعم مريم الهمامي شنية أبرز المشاكل اللي موجودة عند التلام ذا وانتي كالخصائية نفسية وجهتها وحسيت بها وحكوها لك ربما بالنسبة للمراجعة نعم لفترة المراجعة لانتحاد تلقى يعني ارتباك التلميذ أمام الوضعية الهشة بتاع بوهمو مثلا مثلا نعم المحيط اللي دير بالتلميذ يأثر وجوبا على التلميذ معناها في المراجعة متاعه صحيح ساعات التشنوجات الأسرية تخلق يعني بيئة متاع مراجعة مهيش إكيلي بغي مينجامش التلميذ يكون مركز بصفة باهية بش ناجم يراجع دونك يلقى هنا صعوبات بالإضافة إلى ساعات الولي زيدا يخلق ضغط من غير ما يشعر للتلميذ على خطر يحط له انتظارات كبيرة للنتائج وكل دونك يولي ضغط للتلميذ في بيله هو الولي يحفز في صغيره معناها لكن الانتظارات الكبيرة كي تبدأت فوق قدرات الصغيرة متاعنا الذهنية والجسدية دونك يتخلق له ضغط نفسي مش تحفزه معناها من المستحسن كي نحكيه مع أبنائنا نحطوا قدرات تتماشى مع قدراته الذهنية هذا هو والمقارنة زيدا دونك ساعات صغير يبدأ مثلا مستويه ولا تحصيله دراسي يكون أقل من خوه ولا أقل من ذلك يبدأ المقارنة بين ما يخوك غير منك أنت كذا وكما قلت هو الولي يرى في غالب الأحيان هذا يزيد يعمق المشكلة نفسيا عند التلميذ يعمق خطر الولي حتى كان النيا متاعه هو التحفيز بشي صغير ويولي كما اللي قارنوا به أما هو إذا كان قدراته ما تسمحلوش بشي والي هكيكة بشي والي ضغط نفس هو في بعض الأحيان التحفيز يعني الطريقة التقليدية اللي كانوا المعلمين متاعنا والأسر التربوية والعائلة كذلك تكون هكا صار من شوية مثلا البارح في هذا الملتقى حضرته أنا في مدينة العلوم هذا منتقى أدب الطفل ومنظومة القيم وقضايا البيئة يعني فما أستاذ قال قبل كان المدرسي عقب التلميذ كيف يلوح الوراق في ساحة المدرسة يكلفوا بش ينظف القسم هذي كتولي عقوبة ولكن في بعض الأحيان خليه يتعلم عقوبة تتعلموا الديسيبليل معناه مش ما فيهاش عانف بالعكس بش يتعلم منها أنه الغلطة دي كما تتعودش حتى ما تتكررش ولا هذا مهم إذن قبل الأجدادنا وأبانا والأجيال قبل هل ترى كانت تحت ضغط نفسي كبير كذلك باعتبار أنه فما نسبة من الفقر المواصلات مش كيف توق وإن كانت توقف فما مشاكل بتاع مواصلات خاصة في الجهات البعيدة والأرياف وكذا والضغط على التواصل الاجتماعي والتلفزة يعني مشاكل أكبر توا نفسياً أي على خطر قبل حتى كان فما ضغوطات ما كانتش واضحة ما كانش الناس تشوفها طوى الوسائل التواصل الاجتماعي كل الحاجات واضحة ونشوفوها وولد فما برشا مقارنات هذا من شأنه أنه يغير يغير الحاجات نطلب من زميلي وهبي يحضرنا مقطع من غنية زوهيرة سالم مثلاً يناجح جيتن هنيك لعلها من أشهر أغاني النجاح والتفوق تعرف هالغنية بطبيعة ناجح جيتن هنيك مريم موجودين برشا كيف كنتي في المندوبيات يعني ولا فما نقص يعني الإطارات موجودة والله العداد متاع الأخصائي النفسينين في المندوبيات جهوية التربية في تونس الكل يعتبر مش برشا يعني من فتوش الخمسين أخصائي نفسي على تونس كيملا يعتبر فما نقص فما نقص أي ولكن فما أجيال كيف كنتي واللي بعدك قاعدين يتكونوا لي فما فما المتكونين موجودة أي أهم ما تنصح التلميذ به مريم يعني وهو يدخل إلى قاعة الامتحان هو يدخل قاعة الامتحان ساعة كيما قلنا الخدمة خدمة ديجا على طول السنة الدراسية أي المراجعة فما تحصيل علمي يحصل فما معناها الماكلة منظمة النوم متاعنا منظمة فما أنشطة رياضية في الأثناء الاسترخاء وكل قسمنا وقتنا خدمنا على الأهداف متاعنا حددنا أولوياتنا دونك هذي الكل صار حاولنا في المراجعة متاعنا أن حفزنا ذكرى متاعنا بعدة طرق منها خرائط ذهنية منها جداول منها تلخيص باش نعاونوا أكثر رويحنا على انتقال المعلومات من الذكرى القريبة للذكرى البعيدة دونك بعد ما عملنا الخطوة هذي الكل لازمني نؤمن بقدراتي لازمني نقول عندي كل الوسائل اللي تخليني نعدي الامتحان متاعي في ظروف طيبة دونك إذا كان عملت الخطوات هذي الكل الامتحان يبقى هو أنت أكيد عديد حاجات تشبه له أعملت تمارين شبه له يعني مهوش تعجيز الامتحان إذا كان أنا عملت مراجعة طيبة الباقي الكل يكون يكون أكيد فما حاجة باش نخدمها على قد التحضيرات متاعي دونك يفو كما قلو سوفو غير أمانتال دو غانيون لازمني نمن اللي أنا باش ننخلط باش ننجح باش نحضر باش نعمل امتحاني كما يجب أي مع أنه لازم في الفترة المراجعة نحاول أني نراجع كل شي ماذا بيا ما نخليش حاجة ما نتعداش بها عليش خطر هليكي بشو راجع كل شي الضغط النفسي بشي قل عليها دونك أوتوماتيكمو الكنسنتراسيون والتركيز بش يكثر أنا هي أقرب للتلميذ الأم ولا الأب لي ما فام مش وصفة مش لامة أي هو الأغلب الأم من حسو خطر الأم في الإموسيونيل عطفتها أقوى وأحن هي تحن فما الأب يحن بطبيعة الأب يحن بطريقته والأم تحن زي دا الحاجة متاحة تظهر معناه أما لي فما لي شكون أقرب الأب هم يعني ما فام مش حاجة كما نقوله استندار ما نقوله الأغلب اللي نحسو الأم هي دي ما أقرب أنت شكون كان أقرب لك مثلاً أمك ولا أبوك الزوس الزوس تبرز كابنت بوها تبرز مصفة عزوز الأم جميلة الشريف يا نجح جيتن هنّيك يا نجح جيتن هنّيك يا نجح جيتن هنّيك يا ناجح جد الهليك يا تايت جد الهليك يا ناجح جد الهليك يا ناجح يا ناجح يا ناجح جد الهليك إن شاء الله وقت الأعلان عن نتائج نفرحه معكم في الإذاعة كما تعودت فرحة الإذاعة وكل الإذاعة بطبيعة الحال بنجاح كل الأبناء التونسة في مختلف الامتحانات سواء كانوا صغار أو أكبر على المستوى الجامعي مريم الهمامي أخصائية نفسية أو نفسانية بالمندوبية الشيء هوية للتربية تونسة 2 فما تفاعل بالتأكيد مع تلام ذا يعني أنت تلقاش في بعض الأحيان صد أو تشوف أنه بعض الحالات مش ممكن تتصلح ناجح مش قوله مش ممكن تتصلح يعني إذا كان فما حالات تتجاوز مثلا التدخل النفسي عند الأخصائي النفسي يعني ننواجهه نقوم بتوجيه للطب النفسي كيف تبدل الحالة معقدة؟ مثلا كيف تحاولوا تتصلوا بالعائلة مثلا؟ أكيد هو أكيد العائلة لازم تكون في بالا على خطر فما حاجة اسمها الخاصة خاصة نحكيه مع تلام ذا يعني أقل من 18 سنة نحكيه على أطفال دونك الولي لازم يكون في علم عندهم نفسية هشة والولي لازم يكون يعلم اللي صغيره بش يصير له تدخل نفسي إذا كان مش هو اللي يطالب معناه دونك الولي يجيما في باله وبعد حسب الحالة يصير التوجيه إما للطب النفسي وإلا تكون حيث السمعانة نحن فما مواد تخوف أكثر من غيرها بين قوسين تخوف يعني تول الفلسفة أو الرياضيات الماتيماتيك أو الفيزيكي شيمي ديما الأتلام ذا يحضروا لهم تحذير خاص ويعتبروا بعض المواد الأخرى سهلة في المتناول في حين العربية مش في المتناول أي إن كان بالطبيعة أو التربية الوطنية أو غيرها معناها هو التلميذ ديما عن الخوف مع المواد الأساسية أي اللي فيها كوفيسيون كبير ضارب قوي أي ذاك هو اللي يخافوا منه دونك هي مش خوف مش تخوف بقدر ما إنها يعني يخاف لقدراته هو الكل يدور في نفس الدائرة هي التوقعات السلبية للنجاح وإلى الفشل في المواد هذية وخاصة كما قلنا هي مربوطة بالأعداد والوظارة بمتاحه كل دونك التلميذ المخاوف متاحه كلها ترتبط بالنتيجة النتيجة إن شاء الله تكون نتائج إن شاء الله معناها باهية ننتظر هذا بالتأكيد دونك صغيرات ماذا بهم حتى يجيهم ورقة الامسحان الأولويات يحاولوا الأولويات يمتاحهم في ورقة الامسحان يقرؤوا الامسحان يحدوا الأولويات بش نجموا يعني يقسم الوقت حتى كان إذا كان صارتك السندروم بتاع الفيبلانش إنك حاسي تروحك ما نجمت تعمل حتى شاي ما مقدرتش يصير ساعة بلوكاج حتى من الخوف كل أهم حاجة إنك ما تسلمش تقعد تكمل وقتك للأخر تاخو مثال شوقت من راحة تتنفس بالقدي تعمل إكزرسيس شهيق زفير بطريقة سليمة على خطر الأكسجين بش يدور في بدنك وبش يطلع للدماغ متاعك دونك وتكمل وقتك الآخر وتاخو فرصك للخ ودور الأم أو الأب في الدار أنه يعطيوه فطور يريح شوية ما غير ما تعبيلو حسب الرغبة حسب الرغبة إذا كان يقدر يأكل بالقدي صحة يعني يأكل حاجة معقولة المهم يأكل حاجة إكيليبري معقولة تغذيه وتخليه مرتاح وماذا بنا الأولياء يحاولوا يتحكموا شوية زادهما في الضغط النفسي متاحهم على خطر حتى ما تحكيوش حتى في النو يتعدى معناه للصغيرات صحيح هذا هو نعم شكرا مريم الهمامي أخصائية نفسانية بالمندوبية الجهة وللتربية تونس ثمينة وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا في مختلف الامتحانات إن شاء الله بالتوفيق مريم يومك سعيد يومك أسعد عايشك أحكيت النسو دي بسيد بكل مهم رانيتي كوي شكرا